إلى مدينة الزويلات تعكس للمشاهد الصورة مكتملة للتوسع الوفقي الذي عرفته المدينة مؤخرا خاصة بعد ظهور أحياء جديدة ما تزال حتى الآن تصنف ضمن قائمة الأحياء الشعبية وما يعكسه نبض الشارع من حركة ونشاط دائبين على مدار الساعة والتعداد المتزايد للوافدين إلى المدينة بحثا عن الذهب عوامل من بين أخرى أسهمت إلى حد كبير في تبعثر الأوساخ بين المنازل وتراكم القمامة بشكل لافت وسط المدينة وفي ضواحيها ثم أدوار تلعبها البلدية ودوار لعبها المجتمع المدني والمفروض أن تكون هذه الأدوار متكاملة ومتضافرة من أجل مجينة نظيفة ومن أجل الوجه اللايق بالمجينة بما أنها مجينة أصبحت مؤخرا مجينة وجهة لكثير من المناقبين وكذلك أصبحت مجينة رغم أنها مجينة عمالية هي أيضا مجينة معدنية بمتياس السلطات الجهوية في محاولة منها لتدارك المسألة حتى لا تتفاقم القمامة أكثر بادرت الاعتماد خطة مشتركة لنوافة المدينة وزعت بموجبها المقاطعة على ست مناطق لتسهيل وتسريع العمل تم تدارس القضية من انتظر القريب إن شاء الله يتم قيام بتقطيع الأحياء يتم خلال إعادة تشكيل لجان الأحياء ولجان اليقضاء كما تم اعتمادها رسميا هذه اللجان اليقضاء ستكون آلية تسير الحي بصفة مستديمة في كافة نواحي بما فيها النوافة بما فيها الأمن بما فيها الصحة بما فيها التعليم والشيء الأكيد أنه أيضا لا يمكن أن يتم بدون المواطن المواطن من خلال هيئات المجتمع المدني ومن خلال مكاتب اللجان الأحياء اللي كانت قائمة ومازالت قائمة من خلال البلدية هذه العملية منتظر أنها إن شاء الله تكتمل بعد قيام اللجان اليقضاء لأنهم للصعب فيها والسمرارية مراقبتها بلدية زولات التي تباشر التنفيذ والمتابعة أكدت أنها تراهن في نجاح هذه الحملة على مشاركة المواطنين نحن عدلنا خطة أنا والعمد المساعدين ذلك الخطة تتمثل فعلا قسمنا الولايات على ست مناطق وكل منطقة نجيب لها أربع مجموعات كل مجموعة تتكون من 30 إلى 28 رقاش كل حي والله حيين جمعناهم في بلايدة يعود شارف عليهم عمدة وإذنين مستشارين وإذنين من المجتمع المدني رؤسة الأحيان واللي عودوا معاهم مواكبين العملية إياك تسمى على أحسن وجه وتشجيعاً لليد العاملة من أجل مشاركة بتفاين في حملة النوافة تم تفعيل برنامج الغذاء مقابل العمل المول من طرف الدولة لتعويض المتاعب مختار بابول حدو قناة الموريتان